قال بكيت عليها أسأل الله أن يصلحها وأن يصلحني فدخلت علي طبعا إذا تزعلوا بعض الأزواج يصير بينهم السفير نورة صغيرة النونوذي ها ولا عبودي ولا دحومي قولي للمس عطينا قهوة ومسكين نايمين في المقلط الله لا يردي لنا حظ ها والبيت داخل فراش وسرير ونعمة وخير وتلقاه وياها أحيانا بالواتس ها قهوة شاي زيدوا النعناع يا أخي ادخل كلم ما يكلم بينهم بينهم قطع العلاقات ليه يا حبيبنا هذه زوجتك قرة عينك أنت جنتها وهي خيليتك لكنه قال أردت إصلاحها بالنصح فما استفادت أردت إصلاحها بالاتصال على أهلها خشيت أن تكبر القضية أتكلم معها أقول اتق الله كل الأدلة اللي عندي حفظتها حافظتنا الأدلة كلها ماذا أفعل أقولها شرق تقول غرب أقول عدلة تقول عوجة يا مرأة تقول يا رجل وش السوات وأعوذ بالله أن أرفع يدي على امرأة فما رفع الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام على زوجة من زوجاته للمعلومية حبيبنا صلى الله عليه وسلم أغضب أغضبه نساؤه أغضبه نساؤه وقد أمرهن الله بالتوبة إن تتوبى إلى الله نعم ولذلك أحبابي يكون هناك إغضاب من الزوجة للزوج والعكس قال وماذا صنعت يا شيخ؟ قال سجدت وتذكرت قصة زكريا عندما أصلح الله له زوجة قال بعض المفسرين ومنهم القرطبي وابن كثير وغيره أنها كانت سيئة الخلق أحبابي إيش هذا معناه نبي زوجته كانت سيئة خلق أحيانا أو طويلة اللسان أحيانا أنا وانت ما موقفنا نرضى إذن بقسم الله إن وهبنا ونسعى في إصلاح أهلينا وسعايتنا في صلاحهم تبدأ بإصلاح نفسك حتى تنقلب الصلاح إلى غيرك قال فعادت دخلت عليهم وفتحت باب المكتبة ومعها الحالي والمالح والشاي والعصير والقهوة يقول مبطي كأنني في صحراء مجدبة عن هذه اللمسات الحانية ثم قالت لك العتبة حتى ترضى وبفلان لا تفتح صفحة من الماضي لو قلت لي مخطئة فأنا مخطئة ولو قلت أنا أيضا أنك مخطئ أنت مخطئ لكن البيوت ما تبنى إلا على التسامح وعلى التراضي الآن في قلبي لك مودة والله ليست قبل زواج قبل فترة خطوبتنا ولا قبل ميلاد صغيرنا قال فعلمت بأنها السوء